بالنسبة للرئاسيات الرئاسيات يا شيخ جبهة التحرير الوطني عندها مؤسسات عندها قيادة لهي عضاء اللجنة المركزية وهي القيادة بين المؤتمرين القرار نخذه في الوقت المناسب لن تتكرر ما كان في السابق فجبهة التحرير الوطني هي القاطرة التي تجر العربات وسنكون صف واحد متحدين من أجل بناء الجزائر وسنكون الأولين في المحطة القادمة بإذن الله أم الفين بعد انعقاد المؤتمر مباشرة نروح للهيكلة ولكن اليوم عدنا عدنا رئاسيات أي محطة الرئاسيات لو نفتح الهيكلة ما نشرح نخرج له يعني نقعد في الهيكلة والقسمات هذه الرئاسيات هي محطة لن نترك مكاننا لغيرنا في المستقبل إذن وش رح ندير هناك لجان انتقالية من المفروض يعني قانوني رأي منحلها لأنني درت مؤتمر ولكن هذا مناظرين فيها مناظرين نكمل العملية مع مع عملية جراحية في اللجان الانتقالية المستوى الوطني هناك عملية جراحية بسيطة وهناك معمقة